لا حول ولا قوت إلا بالله طبعا انتقى لله رحمة الله أخي وصديقي والعزيز على قلبي ماجد الشيباني رحمة الله عليه أدم عاناه مع المرض وما نقول إلا الله يرحمه يغفله ويسكنه فسيح جناته ونقدم أحر التعازي إلى أهله الله يصبرهم إن شاء الله بفقدانه ولو أن هذا عزل جميع ما نقول غير الله يرحمك يا ماجد والله ونعم الصديق ونعم الإبتسامة وإن شاء الله بإذن الله تعالي إلى جنات الخلد الله يرحمه يا رب الله يرحمه دعواتكم حياكم الله وسهلا طبعا مثل ما شفته واسمعته إنه في قرارات صدرت من وزارة التربية لمدراء المدارس إنهم يقدروا الوضع بحيث إن الطلبة بكرة الخميس يداوموا أو ما يداوموا حسب التأثيرات طبعا في محافظات وفي محافظات ثانية طبعا يمكن بيقولوا للطلبة تعالوا يوم الخميس حضوريا نحترم قراراتهم طبعا كمدراء نحترم قراراتهم في النهاية وما نريد نتدخل أبدا في شغلهم لكن عاد إخواني وخواتي مدراء المدارس أنا أتكلم عن ولاية عبري أو الظاهرة بشكل عام ما مشكلة إنه ما يقول طلبة أهم شيء أن تكون الأمور طيبة من حيث إيش من حيث أمور الكهرباء طبعا مثل ما تعرفوا إنه أمس كانت أمطار غزيرة الأمطار دخلت إلى المدارس الأمطار راحت في مجمع الكهرباء في الثلاغات في المكيفات فإذا تشوفوا الوضع إنه طيب خلوهم يقوم تشوفوا إنه في مياه صوب الكهرب وصلت خلوهم يواصلوا الخميس عن بعد نصيحة نصيحة مني الله يعلم الله يعلم ما نريد لكم الشر ولا نريد لكم حد يقلس يتكلم وإنتوا السبب وإنتوا السبب تشوفوا الأمور طيبة خلوهم يدوموا تشوفوا الأمور ما طبيعية خلوهم في بيوتهم وبعدوا عن المسؤولية والله يقنب أطفالنا وطلابنا بإذن الله تعالى من كل شر وحفظ الله السلك التدريسي جزاهم الله خير وحفظ الله تعالى من كل شر وحفظ الله تعالى من كل شر